الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم وإيايا بترك الحرم وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب أنك إذا وقفت بين يدي الله تعالى سيسألك عن هذه الأربعة فقيرا كنت أو غنيا قويا كنت أو ضعيفا بسيطا كنت أو عزيزا ستسأل عن ترك الحرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وإذا كان واحد في نازلت قدمه فالوقت مناسب ماذا لهذا النفس يتردد في الصدر وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق الوقت مناسب لكي يتوب يستغفر يقلع يعيد الحق إلى أصحابه حتى يكون من الذين يتركون الحرم ثم إتقان الفرائض ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه يا أخوان يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات الله يحب الفرائض هو يقول ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أفيكون المسلم مضيعا لفرائضه أيكون المسلم تاركا لفرائضه وربه يحب الفرائض الوقت مناسب إذا كنت تاركا أن تبدأ تقضي ما استطعت ما فات وتستأنف العمل الوقت مناسب إذا كنت مقصرا أن تعود إلى فرائضك حتى يحبك الله تعالى ثم أدي من النوافذ ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ حتى أحبه هناك تكون من أهل النجاة وحدك هناك تسعد وحدك هناك تكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير والنجاح والفلاح والسعادة في هذه الأرض فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير أقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عنوان خطبة اليوم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أيها الإخوة خلق الإنسان وجبل على سلوك السهل للصعب وعلى البحث عن الراحة للتعب وعلى اتباع المنحدر للرابية يحب الإنسان هكذا السهولة لا يحب الصعوبة يحب الراحة لا يحب التعب يحب النزول لا يحب الصعود في صعوبة في الصعود ولكن إذا كانت وراء هذا الصعود قوة دافعة إلى أعلى وكان أمام الإنسان موعود صادق إلى أحسن فإنه يصعد فإنه يقتحم العقبة ويجتاز الصعب ويصابر الصبر في سورة البلد قصة هذا الإنسان في هذه الأوطان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يقسم الله تعالى بأن هذا الإنسان مخلوق في كبد يعني في تعب في مشقة الإنسان اسم جنس محلى بأل يفيد العموم جميع الناس في كبد جميع الناس في تعب جميع الناس في نصب الفقير منهم والغني القوي منهم والضعيف الأمير منهم والأجير المسلم منهم وغير المسلم الشرقي منهم والغربي الآية تقول لقد خلقنا الإنسان في هذه الفي تحمل معنى الظرفية حتى قال المفسرون في كبد أي خلقناه مغمورا في مكابدة المشاق والشدائد والتعب والنصب والإنسان لا يزال في شدائده مبدأها ظلمة الرحم ومنتهاها الموت وما بعده وهذا تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ القرآن من المؤمنين إذا شعرت نفسك تعبت ضاقت عليك اشتدت عليك تألمت كدت أن تختنق الله عز وجل سلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من يقرأ القرآن من المؤمنين لقد خلقنا الإنسان في كبد قال القرطبي المفسر أول ما يكابده أول ما يكابده الإنسان والمؤدبه 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 وسياسته والأستاذ وهيبته ثم يكابده تجربه والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركب والقدم في مصائب يكثر تعدادها وترائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مسألة الملك وضغطة القبر ثم البعث والعرض على الله تعالى إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فلو كان الأمر إليه لم اختار هذه الشدائد ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان على هذه الأرض في كبد وهو وإن كان مجبولا على الضعف وسلوك السهل والبحث عن الراحة وعلى اتباع المنحدر فإن القرآن يقويه ويحضه على اقتحام العقبات ويحثه على اجتياز الصعوبات ويدعوه للعزم والثبات لينال بعد هذا التعب الراحة وبعد هذا النصب الدرجة وبعد هذا الجهد المنزلة ومن هنا قال القرآن الكريم فلا اقتحم العقب هذه الله هنا للتحضيض يعني هل لا اقتحم هذه العقبات هل لا قوي عزمه واجتاز هذه الصعاب قال أهل التفسير لا هنا للتحضيض أي هل لا اجتهد واقتحم الصعاب والاقتحام فلا اقتحم العقب هو الدخول في الأمر الشديد وقد عرف من عادة الناس الدخول في طلب المنافع لكن القرآن الكريم يدعوهم لبذل النفافع عرف من عادة الناس أنهم يدخلون في طلب المنافع لكن القرآن الكريم يدعوهم إلى بذل المنافع فلا اقتحم العقب العقب هي طريق في الجبل وعر واقتحامها مجاهدة النفس وشياطين الإنس والجن في أعمال البر ومن ثم فإن مفهوم اقتحام العقب يفيد سلوك العبد اتجاها سويا يأخذ بيده نحو الأعلى وليس نحو الأسفل وتتجه تطلعاته صوب المعالي وليس باتجاه السفاسف ويلتزم سلوكا يقرب العبد من خالقه وليس سلوكا يبعده عنه ومن ثم كان كل عمل أو أمر يخالف هذه التطلعات يشكل عقبة ينبغي اقتحامها ويجب تجاوزها تذكر آيات سورة البلد طريقة اقتحام العقبات كيف تقتحم هذه الصعوبات فك رقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فجهد كبير يبذله المسلم ما دام على هذه الأرض من عتق الرقاب وإطعام الناس في أيام الجوع والقلة على هذه الأرض في أيام يعز فيها الطعام ويرتفع ثمنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات المغفرة إطعام المسلم استغبان يعني الجائع وأول كلام سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة جعل يقول أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام إن المسلم يطعم في أيام الشدة الناس سواء كانوا أقارب أو أباعد سواء كانوا أيتام أو فقراء الذين كاد أحدهم يلتصق بالتراب من شدة الفقر أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة يتيما ذا مقربة يتيما قريب أو مسكينا ذا متربة قال المفسرون أو مسكينا ذا متربة أي لا شيء له حتى كاد يلتصق بالتراب من الفقر قال ابن عباس هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له قال قتادة إنه ذو العيال قال عكرمة المديون قال أبو سنان ذو الزمانة عنده مرض مزمن قال ابن جبير الذي ليس له أحد روى عكرمة عن ابن عباس ذو المتربة البعيد التربة يعني الغريب البعيد عن وطنه قال أبو حامد المتربة هذا من التريب وهي شدة الحال يقال تربة إذا افتقر يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فقير الحال ومع هذا الإنفاق وشدته ومع هذا البذل وصعوبته يلازم المؤمن إيمانه بموعود الله يلازم المؤمن إيمانه بكلام الله يلازم المؤمن إيمانه بعطاء الله صابرا بنفسه مصبرا غيره راحما داعيا إلى التراحم بين الناس ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فمن اقتحم هذه العقبات وبذل هذه المكرومات وجاهد هذه المجاهدات صار من أهل اليمين وأهل الدرجات أولئك أصحاب الميمنة لقد خلقنا الإنسان في كبد فلقتحم العقب وما أدراك ما العقب فك رقب أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ينال أحدهم كتابه يوم القيامة بيمينه يوم الفزع الأكبر يوم الشدة العظمى يوم الضيق العظيم يقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بعد هذا التعب بعد هذه العقبات بعد هذه الشدائد بعد هذه السنوات العجاف بعد حياة في الصبر والمصابرة ستنال كتابك بيمينك فترتاح راحة لا تعب بعدها أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين جهس حالكم يا أخوان الله يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ستشاهدون في الجن أشياء ما رأيتموها في حياتكم ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وأخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله الجنة ما بناؤها قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها المسك الأذفر الطين اللي بين البلوكات سيكون من المسك الأذفر فائح العطر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم فمن اجتاز العقب من بني الإنسان نال هذا الثواب العميم والأجر الجزيل ومن لم يؤمن بهذا الكلام ولم يعمل بأوامر الله ونواهيه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أيها الإخوة هذه قصة الإنسان على هذه الأرض تعرضها سورة البلد وهذا هو المطوب منه ليرقى ويسعد فالسعيد من آمن وعمل وأعانى الآخرين وبذل وصبر على الشدة والصبر فيا أيها الأخ ويا أيتها الأخت جدد السفينة فإن البحر عميق وخفف الحمل فإن السفر بعيد وهيئ الزاد فإن العقبة كأود وأخلص العمل فإن الناقد بصير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيافوز المستغفرين استغفروا الله لعنا ترجمة نانسي قنقر